السلام عليكم والحمد الله وبركاته يا أيها التلمة يا أيها التلاميذ يا إصحابي يا إخواني كلكم نكحين إن شاء الله إحنا الحمد لله بدأت الإجازة السيفية وكلنا دلوقتي بدأنا نلعب وإحنا كنا أسلم بلعب كمان قبل كده لكن دلوقتي اللقب زاد والحمد لله المصدر محمد النهاردة بيقول لنا أخبار جميلة خلي بدكم إنها واسمعوا هو بيقول إيه ألف ألف شكر لك يا قلبالة على مقدمتك الجميلة ديت وكل سنة وانت طيب كل سنة وكل متابعي القناة وكل صحابنا وأحبابنا في كل مكان بخير والصحة وسلام وتقبل الله تعالى مننا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء جميع أولياء الأمور الكرام أهلا بكم كل سنة وأنتم طيبين وأخيرا بدأت الأجازة الصيفية الحمد لله على خير وانتهى العام الدراسي وإن شاء الله الكل يتمم إن شاء الله ويكلل به النجاح والتوفيق ونحب نجفع لكم الخبر اللي الحمد لله الأغلبية منكم يعتبر عارفوا إيه هو الخبر دوت الكل يا جماعة ناجح الكل ناجح الحمد لله رب العالمين جميع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة جميع سنوات النقل الكل ناجح ما تقلقوش خالص ودلوقتي هنعرفكم موعد إعلان النتيجة موعد إعلان النتيجة إن شاء الله هيكون في الأسبوع الأول من شهر مايو ويعني الأسبوع الجاي بإذن الله قامت أوامر وتعليمات من المديريات التعليمية لكافة الإدارات التابعة لها بأن يتم التصحيح أول بأول يوميا والحمد لله تمت إجراءات التصحيح الحمد لله على خير وتم الرصد وبيتم إعداد الكشوف النهائية لأعداد الطلبة الناجحين والمنقلين للصف الدراسي التالي ألف مبروك لجميع ابنائنا وبناتنا الطلبة وإن شاء الله سنة تالتة إعدادي وتالتة سنة ويربنا سبحانه وتعالى يكمل لهم نجاحهم بإذن الله على خير طبعا ولدنا في تالتة إعدادي يعني على ألأ كبير جدا جدا ولها اشتجات مفعالة دلوقتي كتير على نطاق واسع بالمطالبة ب أنهما يحذف ليهم جزء من المنهج أو على الأقل تخفيف قدر من المنهج لأن الأعداد إصابات بكورونا حاليا في تزايد مستمر نقول لهم إن شاء الله الخير قادم والأمل كبير فربينا سبحانه وتعالى أن يتم تلبية يعني رغباتكم بإذن الله وده المأمول والمتوقع قريبا بإذن الله وكما أن هناك أخبار هامة جدا بخصوص تالتة إعدادي وعمل استراتيجية جديدة بالنسبة للامتحانات الاستراتيجية جماعة بتقوم على أداء امتحان مجمع للطلاب الشهادة الإعدادية في شهر يونيو القادم بإذن الله وطبعا في دلوقتي مشاورات وسيناريوهات بيتم إعدادها لطلبة الصف الثالث الإعدادي من ضمن هذه السيناريوهات بدل ما يكون ستة أيام في الامتحانات لا إن شاء الله ممكن يكونوا ثلاثة أيام فقط وعلى أن يكون الامتحان اليومي مادتين في اليوم للطلبة امتحان يعني مجمع لكن مادتين فقط في اليوم عشان نقلل أيام نزول الطلاب للامتحانات وده طبعا إجراء وقائي واحترازي بسبب تفشي فيروس كورونا اللي بدأ فعلا ينتشر بشكل كبير جدا 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 على مستوى الجمهورية ربنا يسلمنا ويسلم الجميع يا رب والأمور تعدي على خير وهنتعرف دلوقتي يا جماعة على قواعد وشروط الامتحان التكملي لطلاب النقل طبعا الكل ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى لكن بنقول إن في ناس لازم وأكيدة يكون لها امتحان تكملي يا طرق الامتحان التكملي دوت هيكون لمين ده اللي احنا يا جماعة هنقوله دلوقتي الامتحان التكملي اولا هيكون للطلبة اللي تغيبت عن امتحان الترم الاول الطالب اللي ما حضرش خالص امتحان الترم الاول دوت لازم هيعقد له امتحان تكملي امتحان الترم الاول اللي هو عقد في نهاية شهر فبراير الماضي ثانيا من تغيب عن امتحان الترم التاني اللي هو شهر مارس وشهر ابريل اللي غاب فيهم يا جماعة هتعمل له امتحان تكملي لازم هتعمل له امتحان تكملي طيب سالسا يا شباب من لم يحصل في اي مادة على خمسة وعشرين في المية من الدرجة الكلية للمادة هيعقد له برضو امتحان تكميلي طيب من لم يحصل على خمسين في المية من المجموع الاجمالي للمواد كلها برضو هيخش امتحان تكميلي طبعا ده كل يا جماعة وفق الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2021 الصادر من وزارة التربية والتعليم بان برضو من تغيب بعزر او بدون عزر له امتحان تكميلي قبل كده كان من كان له عزر مقبول فقط هو اللي كان بيخش امتحان دور تاني انما دلوقتي الوضع اتغير من الظروف اللي احنا فيها هي اللي بتفرد نفسها علينا كلنا وعلى الخطط اللي احنا بنقوم بيها برضو بنقول ان لو طالب نجح في جميع المواد ومحصلش على خمسين في المية من المجموع الكل اللي لازم هيعقد له امتحان تكميلي في احد المواد يعني هو بيختار ايه مادة من المواد اللي هو بيكون شاطر فيها حتى يحصل على خمسين في المية من المجموع الكل مجموع الدرجات الكل بحيث انه هو يعدي للعام الدراسي التالي دي كل اخبار يا جماعة اللي كنت حابق اوصلها لحضراتكم وتعرفوها وفيها طبعا استمشارات وفيها امال وفيها اخبار سارة يا رب ان شاء الله تتحقق على ارض الواقع ويعني نعيد على خير وان شاء الله نخش الامتحانات على خير بالنسبة لأولادنا وبناتنا الشهادة الاعدادية والشهادة السنوية وينتهي بقى العام الدراسي كده على خير ودرجات عالية واحنا كلنا فرحانين ومعديين الازمة اللي احنا فيها دلوقتي ويا رب ما نقص مننا حد وان شاء الله الخير قادم باذن الله وتفقلوا بالخير تجدوه ودائما بنقول ان مع العسر يسرى وسيجع الله بعد عسر يسرى لا تنسونا من دعائكم ويا ريت يا جماعة اول مرة يشاهدنا ويشاهد قناتنا ياريت يا جماعة تفضلوا علينا بالاشراء بالقناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم منا كل جديد من فيديوهاتنا التعليمية وفيديوهاتنا الإخبارية الخاصة بالتعليم في مصر ويا ريت برضو عمل شير للفيديو وايه وتنسوا عمل لايك للفيديو بارك الله فيكم وتقبل الله منكم الاعمال في شهر رمضان الكريم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته مصر محمد يا أبها ايه الأسماء اللي كلها مصر محمد يا أبها ايه الأسماء اللي كلها كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا طيبين كل كل شهرنا نكحين والخير جاية التعداد يتعد سنة ويقول لأياتب الخير وسلام واتعدوا وطرقوا الكلية وأنا هجي معاكم بقرة قولوا خلبانا بقرة قولوا قلبانا كلاموا صح أنا يا ناس كلامي صح وبيقولوا رشال ميا خالص ويقول لكم نكحين 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 وخلاص ما تزعقش مني أنا سهدقكم على السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة